وفي عينة أخرى للمؤسسات التربوية التي تستقبل التلاميذ اليوم بجنوب الوطن وبالتحديد ولاية أدرار هي عبارة عن ورشاة تفتقد لأبسطها الشروط تقرير يمين بالعلم وحامي دعودي عشية الدخول المدرسي وككل موسم يطرح العديد من أولياء التلاميذ على مستوى مختلف مناطق ولاية أدرار جملة من المشاكل التي تعيق تمدرس أبنائهم حيث تشهد بعض المؤسسات التربوية حال يرث لها على غرار المدرسة الابتدائية المتواجدة بقصر السقية والتي غزتها الرمال من كل جهة ولا تتوافر بها أدنى الملافق الضرورية لدينا هنا في بلدي الطلمين متوسطة فيها حوالي 1500 متوسطة يعانون من اكتظاظ كين سنوات لما يقراش في مؤسسات المتوسطة فيها اكتظاظ تم بمعنى أنه حوالي 1500 متوسطة بحيث هذه المتوسطة تحتوي على داخلية الداخلية مبنية منذ سنة 1995 ولا 1998 بالطين يعني وبالتالي كلها مشققة نهائي وغير صالحة للسكن نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية طلمين أكد من جهته أن مصالح البلدية تواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالنقل المدرسي على مستوى 17 قصرا بالنسبة للتعمير تلقى مشاكل كثيرة بالنسبة للنقل المدرسي بلدية يومية تحول ما فوق 1300 تلميذ يومية مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام وغياب النقل المدرسي وغيرها مصاعب تقف دون تحسن تأجي التلميذ وصيرورات العملية التربوية عموما على مستوى مناطق الجنوب